بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص دروس العلوم الشرعية للثالثة الثانوي لجميع الشعب أحببت أن أضع هذه الملخصات يا أبنائي حتى يسهل المراجعة لهذه المادة إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفسر إذن ننطلق أبنائي في الملف الأول من هدي القرآن الكريم هذا العنوان الأول حيث عندنا الوحدة رقم واحد وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية لاحظوا هنا جيدا أبنائي عندنا أولا قال إثارة العقل والوجدان من خلال الظواهر والحقيقة التي يعيشها ويراها الإنسان في كل وقت هنا من حياته عندنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كل هذه حقائق تستثير العقل يعني تتركه يعني يتساءل فيبدأ في التفكير بما أن يبدأ بالتفكير يا أبنائي والتمعون فماذا يحدث؟ فيسأل من أوجد هذه الأشياء ومن أبدعها فيجد الجواب في داخل وجدانه وفطرته متناغما مع ما رآه بعقله فيستيقن وحددية الأولوية هذا العنصر الأول يا أبنائي عندنا ثانيا في الأمر الثاني قال التذكير بقدرة الله ومراقبته إن الله قوي قادر على كل شيء قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم وعندنا كذلك الدليل الآخر وهو معكم أينما كنتم ألا يستحق هذا الخالق العظيم أن نؤمن به ونعبده ونخشاه؟ هذا فيما يخص العنصر الثاني لهو التذكير بقدرة الله ومراقبته وعندنا قلنا الأول عنصر الأول إثارة العقل والوجدان يعني هنا يبدأ يتساءل والأمر الثاني هو التذكير بقدرة الله ومراقبته قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم وعندنا الدليل الآخر وهو معكم أينما كنتم لهذا يستحق هذا الخالق جل وعلا أن نؤمن به ونخشاه يا أبنائي عندنا كذلك العنصر الآخر ثالثا رسم الصورة المحبة للمؤمنين إنما أعده الله للمؤمنين في الجنة من نعيم يجعل القلوب تهف إلى هذا الفضل وذلك النعيم وذلك بالإيمان بالله والخضوع له وعندنا هنا الدليل قال وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدنا فيها عندنا كذلك أبنائي العنصر الآخر رابعا مناقشة الانحرافات فالقرآن يبطل كل معتقدات المشركين الناتجة عن جهلهم من خلال الدليل القاطع حتى تستقيم العقيدة وعندنا الدليل لاحظوا ماذا قال قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فقط أبنائي عندنا هذا الملخص للوحدة الأولى من العلوم الشرعية عندنا الآن أبنائي كذلك عندنا الوحدة الثانية وهي الوحدة رقم اثنان موقف القرآن من العقل لاحظوا جيدا أبنائي عندنا كذلك عندنا أولا تكريم الله للإنسان بالعقل يعني قد كرمه الله بالعقل فقد فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات فأسجد له الملائكة وجعله خليفة الله في الأرض وسيدا عليها كل ذلك بما وهب الله له من العقل والاختيار عندنا ثانيا منهجية التفكير كما يبرزها القرآن الكريم أمرنا الله أن نتدبر في كتابه وكونه وخلقه أفلا يتدبرون القرآن فربط الإيمان بالحالة الفكرية وصحة التدبر مما يفضي إلى معرفة الحقيقة عندنا ثالثة أهمية العقل سر تكريم الإنسان هذه هي أهمية العقل سر تكريم الإنسان أداة فهم سر الوجود والخلق طريق الإيمان بالله أساس التكليف إذا لا إذ لا يكلف عندنا هنا لا يكلف على مجنون أو ثاقد عقل عندنا كذلك رابعا حث القرآن على العقل فالتدبر في كتاب الله سيلاحظ كثرة الآيات التي تدعو إلى التدبر والنظر لأن ذلك يورث العلم بما أن يورث العلم يا أبنائي والعلم يورث الإيمان فالعلم أساس الإيمان والعبادة فلا يعبد الله بجهل فلا يعبد الله بجهل فأعلم أنه لا إله إلا الله عندنا خامسة مظاهر اهتمام القرآن بالعلم أول آية نزلت من السماء تدعو إلى العلم اقرأ عندنا كذلك أبنائي كثرة الآيات التي تنتهي بي أفلا يعقلون أفلا يتطبرون يعني خطاب العقل عندنا كذلك أبنائي الاستخفاف بالكفار لجهلهم وعدم استخدامهم عقولهم إقامة الحجة على المشركين قل هات برهانكم إن كنتم صادقين احترام عندنا كذلك احترام العلماء وجعلهم مع الأنبياء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم عندنا سادسا وجوب الحفاظ أو المحافظة على العقل وذلك يعود لأهميته فالله جعل التفكير والنظر والتدبر عبادة كما حرم كل ما يعطل العقل مثل عندنا كشرب الخمر والعياذ بالله هذا فيما يخص عندنا ملخص للوحدة الثانية التي هي موقف القرآن من العقل يعني هذه عبارة عن رؤوس الأقلام أبنائي حتى تسهل عليكم الحفظة نأتي بعدها أبناء إلى العنص الآخر الوحدة رقم ثلاثة الصحة الجسمية والنفسية في القرآن الكريم عندنا هنا الدليل قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هي الصحة والفراغ رواه الشيخان عندنا من أصبح منكم كذلك من أصبح منكم في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها عندنا مفهوم الصحة النفسية هي الحالة التي يكون فيها الإنسان طبيعيا سلوكه طبيعيا طبيعيا نتيجة التوازن الداخلي يقسم القرآن الكريم النفس إلى عدة أقساء من بينها عندنا الأمارة بالسوء إن النفس لا أمارة بالسوء عندنا القسم الآخر لهو اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وعندنا القسم الآخر لهو قسم المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية اللهم اجعلنا من لديهم الأنفس المؤمنة عندنا كذلك أبنائي شيء آخر عندنا وسائل تحقيق الصحة النفسية في الإسلام هذه الوسائل يا أبنائي عندنا تقوية الصلة بالله تحقق الأمن وطمأننا الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الصبر عند شدائد يحقق القوة والإرادة والصابرين في البأساء والذراء وحين البس أولئك الذين صدقوا عندنا المرون في موجهة الواقع وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عندنا التفاؤل وعدم اليأس يولد الثقة قل يا عبادي هنا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عندنا هنا في هذا المكان حدث خطأ يعني كتابي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن هذا هو الدليل عندنا كذلك التزكية والأخلاق المسلم مطالب بتزكية نفسه وحسن الخلق مع الآخرين قال مفهوم عندنا كذلك هنا مفهوم الصحة النفسية هي الحالة التي يكون فيها يكون فيها الإنسان صحيح البدن إذن هنا عندنا قلنا لاحظوا عندنا هنا مفهوم الصحة النفسية وهنا عندنا مفهوم الصحة الجسمية ركزوا قلت مفهوم الصحة الجسمية هي الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن وخاليا من ماذا من الأمراض عفنا الله وإياكم عندنا وسائل تحقيق الصحة الجسمية في الإسلام بعدما تحدثنا عن وسائل تحقيق الصحة النفسية في الإسلام عندنا كذلك وسائل تحقيق الصحة الجسمية في الإنسان يعني هنا أمور نفسية وهنا أمور جسمية عندنا من بين هذه الوسائل أبنائي عندنا تنمية الجسم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي وخير من خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وعندنا الإعفاء من بعض الفروض عندنا هنا ماذا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وعندنا كذلك الوقاية من الأمراض الوقاية من الأمراض بتحريم الخمر والزنا وكذا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيل عندنا هذه يا أبنائي من بين وسائل تحقيق الصحة الجسمية في الإسلام وعندنا هنا وسائل تحقيق الصحة النفسية في الإسلام فقط أبنائي